هذه القصة سيأخذنا حقاً هذه القصة هي محيطة شعب والبقاء بشكل يتجاوز الجزء الأول ومن كل النواحي وفي هذا الفيديو سيشارككم مراجعته للتجربة وطبعاً بدون أي حرق للقصة مع التركيز على العناصر الإبداعية والممتعة الموجودة وأيضاً الكلام عن الأشياء اللي كنت أتمنى تكون أفضل ومن الآخر هل الجزء الثاني من آل الويك يستاهل صبر السنين ولا لا دعونا نبدأ الكلام بالشيء الواضح للجميع واللي حصل حتى عليه اتفاق وإجماع وهو أن ستوديو ريميدي فعلاً اتمكن من تقديم تجربة جيل جديد خصوصاً من ناحية الرسومات لأنه سواء كنت تستكشف وتحقق في القضايا في مدينة برايت فولز أو بتبحث عن أدلة في غاباتها الخطيرة وخضرتها الكثيفة أو بتحاول الهروب مع آل الويك من النسخة المظلمة من مدينة نيويورك وسواء كنت في أماكن مفتوحة وواسعة أو غرف صغيرة فكلها تم تقديمها على أعلى معايير الجودة والدقة مع تفاصيل في كل مكان زاوية ومؤثرات بصرية للجزيئات من ضباب وأمطار ونار لإضاءة من الأفضل في الألعاب تخليك فعلاً تشعر بالأجواء المختلفة من مكان لمكان وطبعاً كل هذا مصحوب بمؤثرات صوتية لا تقل جودة وهذا الاهتمام الكبير في الرسومات والقدرة على تقديمها بهذا الشكل الخرافي من ريميدي فهو شيء جداً مهم ومو فقط بس استعراض عضلات أو موضوع جميل بصرياً لأنه في ألعاب الرعب والبقاء تحديداً كل ما زادت واقعية العالم والبيئات المختلفة اللي فيه صوتياً وبصرياً كل ما زاد اندماج اللاعب في العالم وفي التجربة ولما يزيد الاندماج يزيد الرعب والتوتر خصوصاً أنه التوجه الفني في آلن ويك 2 أسطوري ومن أفخم ما يمكن وتم تقديمه بشكل فني وإبداعي في كل الجوانب رفع أكثر من الاندماج في كل التفاصيل مثل ببساطة ونظافة شاشة المستخدم وترتيبها بشكل يخلي التركيز في العالم ومو على المؤشرات ويزيد من جمال الصورة وطبعاً هذا الاهتمام أبداً ما توقف عند العالم والبيئات لأنه حتى تصميم كل الشخصيات الموجودة تم الاهتمام فيها بكل عناية من شخصيات رئيسية مثل آلن ويك وساقا أندرسن لكل الشخصيات الجانبية التي تقابلهم في التجربة مع جودة جداً عالية للملابس والوجوه والأنيميشن وخاصلات الشعر وكل التفاصيل في تجربة مسقولة بشكل كبير وبأداء ثابت في معظم الأوقات وهذا الشيء من كون تصميم الشخصيات واقعي بأكثر شكل ممكن فكان جانب جداً مفصلي لأن الأستوديو قرر أنه يستخدم الكثير من المشاهد السينمائية الكاملة الواقعية مع موثلين حقيقيين فبالتالي إذا ما كانت تصميم الشخصيات الموازية لهم في اللعبة على معيار عالي من الواقعية فرح يكون فيه انفصال في الاندماج لكن أستوديو ريميدي كان واثق في نفسه وتمكنوا بكل نجاح وفن وإبداع أنه يقدم العالم والشخصيات والمشاهد السينمائية وشخصياً فجداً استمتعت في جانب المشاهد اللي فيها شخصيات حقيقية بذات أنه في واحدة من مراحل الانويك فأعطتني واحدة من أجمل المراحل في السنين الأخيرة هذا غير أنه طبعاً التمثيل في كل الأحوال سواء في الواقعية أو المشاهد اللي في داخل اللعبة فكان إبداعي على مستوى عالي لدرجة أنه أبداً عمري ما توقعت أني أوقف اللعب في أحد الألعاب المرعبة عشان أتفرج على فيلم فنلندي قصير لكن إبداع ريميدي أجبرني طبعاً كل هذا الاهتمام من ناحية الرسومات والتوجه الفني لودو الرئيسي وأساسي في تقديم القصة بأفضل شكل ممكن القصة اللي تستكمل أحداث الجزء الأول ومرتبطة في عالم لعبة ريميدي الأخرى كونترول واللي تستمر في كونها غامضة مشوقة وغريبة وكل ما تجاوب على السؤال رح تكتشف أسئلة جديدة أكثر غرابة وتعقيد مع تقلبات تخليك تشكك في كل شيء على طريقة ريميدي الإبداعية والمثيرة وبشكل يزيد الفضول ويخليك ما تبغى توقف لعب للبحث عن أجوبة وهذا الشيء يستمر من البداية وحتى بعد النهاية مع كونها قصة فيها جوانب متروك التفسير اللاعب أو على الأقل ممكن توضح أكثر في المستقبل وبالنسبلية فمن العناصر اللي جداً أحبها في الألعاب هو لما يتم ربط القصة باللعب بشكل غير قابل للفصل ويكون كل شيء في اللعبة له تفسير في القصة وما تكون مجرد خلفية أو حشوه بس وستوديو ريميدي عرف أنه يربط هذول الجانبين بشكل قمة في الإبداع وبكل صراحة والأمثل على هذا الشيء كثيرة وكمثال بسيط على هذا الكلام هو كيف أنه تفسير تطوير أسلحة ساقة يكون من خلال أنه تمت كتابتها بالقصة من ألن ويك وكمثال أكبر هو أنه تغيير القصة صار جزء أساسي من طريقة اللعب في مراحل ألن ويك مع القدرة على أنك تغير المشهد وبالتالي الأحداث لتجاوز المناطق المختلفة وبصراحة فالشخصيات والقصة والأحداث وكل الحوارات التي تسمعها رئيسية كانت أو جانبية بين شخصيات ثانوية على الطريق فمكتوبة على مستوى جدا عالي يقارن بأعمال من الأفلام والكتب حتى وهذا كان سبب مهم في أني أخذت كامل الوقت في قراءة كل مستند وجريدة ومذكرة ومشاهدة كل فيلم وبرنامج وحوار والاستماع لكل حوارات الراديو عشان أستوعب هذا العالم بشكل أكبر اللي فيه كل شيء مرتبط ببعض بشكل رائع جدا وفعلا متحمس على تحديث طور اللعب الجديدة اللي على حسب الستوديو فرح يفتح جوانب جديدة للقصة فيه مثال آخر على كيف ربط اللعب بالقصة بشكل تام أما مع الكلام عن أبطال هذه القصة المرعبة والشخصيات القابلة للعب آلن ويك الكاتب المحبوس في الظلام وساقا أندرسن محققة الـ FBI والمختصة في تحليل الشخصيات فيجي وقت الكلام عن أسلوب اللعب وللإبداع فيه أيضا موجود ومستمر لأن الاختلاف في اللعب بين هذه الشخصيات موجود وإن كان فيه تشابه فالتشابه بينهم من ناحية قتال وحوش الظلام مع التركيز في استخدام الضوء والأسلحة المختلفة الموجودة من مسدسات لبندقيات وغيرها وإن كان فيه أسلحة مخصصة لكل شخصية مثل كون رامي السهام خاص بشخصية ساقة لكن المبدأ تقريبا نفسه بين الاثنين في جانب القتال مع كون التصويب والشعور بالأسلحة والطلقات جدا ممتاز ويشابه ريميك ريزينت إيفل 4 و 3 و 2 خصوصا مع تفادي الفؤوس الطائرة وهذا طبعا يعتبر مدح كبير لأنه التصويب في ألعاب ريزينت إيفل المذكورة من أفضل ما يمكن أما عن الاختلاف بين اللعب في الشخصيتين فموجود بشكل أكبر من خلال القدرات الخاصة بكل واحد مع تركيز ساقة على التحقيق وربط الأدلة وتحليل الشخصيات بناء على الحوارات والأدلة التي تم جمعها في مكان العقل الخاص فيها أو المايند بليس وبالنسبة لألن ويك فغرفة الكاتب هي المكان الذي يحاول فيه الكتابة وتغيير الأحداث والقصة والهروب من الظلام الذي محبوس فيه والجميل أن التنقل بين الواقع لمكان العقل أو غرفة الكاتب فيتم فيه لحظة وبكل سرعة وشخصياً كنت جداً أستمتع في ربط الأدلة بشخصية ساقة لأنها تساعد أيضاً في فهم اللي بيحصل بشكل أكبر ومباشر أما في الأوقات اللي ما بتكون فيها بتقاتل الوحوش أو تحاول تربط الأدلة أو تكتب أحداث جديدة فغالباً رح تكون تستكشف كل مكان ممكن وكل مكان مفتوح في الخريطة بحثاً عن أسلحة أو ذخيرة أو مأونة تساعدك خصوصاً لأنه يتم إخفاءها بشكل مقصوط يجبرك تستكشف كل مكان مع أهمية الترتيب والاحتفاظ بالمهم وتخزين الموارد الباقية لأنه المساحة محدودة والحصول على الكثير من هذه الموارد المهمة والأسلحة فرح يطلب منك تحلق الغاز إبداعية كثيرة ومتنوعة مع تواجد حرية لحد ما في التبديل بين الشخصيات والتقدم بالقصة بالشكل اللي ناسبك لكن أحب أني أكد لك أنه مهما كانت الشخصية اللي بتلعب فيها ومهما كان المكان اللي موجود فيه فالشعور بالخطر والرعب والتوتر رح يكون موجود ومستمر في كل مكان لأنه ستوديو ريميدي اتفنن وأبدع فعلاً في تقديم الأجواء المرعبة اللي تجبرك إنك تمشي ببطء وبكل هدوء وتخليك تندمج بشكل تام وشخصياً أشوف إنه في ألعاب الرعب فالواحد يكون في أعلى درجات التوتر وهو ينتظر المواجهة ومو المواجهة نفسها لأنه طول ما أنت من تعارف من وين الخطر قادم أو إيش هو أصلاً طول ما أنت متوتر وعلى أعصابك والإتقان في هذا الجانب كان لدرجة إنه وبكل صراحة أحب أعترف إنه في أكثر من مرة التجربة أرعبتني لدرجة إني غيرت الجلسة ومرة حتى طارت السماعة وهذا الجانب أشوفه جداً مهم في ألعاب الرعب والبقاء وجداً صعب التقديم لكن استوديو ريميدي اتفننوا فيه حتى الإتقان هذا غير تقديمهم لتصميم مراحل مذهلة وإبداعية جداً نشوف في بعضها لمحات من ديمو بي تي الأسطوري كمصدر إلهام الديمو اللي كان مفروض يقدم سايلنت هيل لكن صار اللي صار لكن طبعاً هذا الإلهام مصحوب بلمسات خاصة من الاستوديو والكثير من المراحل قدمت أفكار وميكانيكيات جديدة بتصميم المكان وكيف أنه كل شيء يتغير في لحظة من حول آلن ويك لما يسحب أو يطلق الضوء من الكشاف الشيء اللي أيضاً يستعرض استغلال للجيل الحالي من الأجهزة مع تحميل فوري ولحظي بدون ما يشعر اللاعب بأي شيء طبعاً بالنسبة لنا فأتوقع أنه أكبر سلبية أو أكثر شيء كمفروض يكون موجود هو دعم التجربة للغة العربية على الأقل في ترجمة الحوارات والقوائم خصوصاً مع كونها تجربة قصصية جداً تحتاج فيم لكل شيء ممكن عشان فعلاً تستمتع فيها بالشكل الأمثل وبصراحة المستغرب جداً في هذا الجانب هو أنه لعبة كنترول اللعبة الثانية من ريميدي فكانت مترجمة للعربية وبشكل ممتاز جداً ونتمنى أنه يكون مثلاً فيه تحديث يوفر الترجمة العربية أو أنها على الأقل ترجع في مستقبل ألعاب ريميدي أيضاً بالنسبة لي شخصياً فغياب طور التصوير كان شيء غير مثالي لأن العالم يستحق التوقف والتصوير لكن على الأقل هذا الشيء تم تأكيد أنه سيتم إضافته مستقبلاً في تحديث قادم أما عن أكثر جانب في التجربة نفسها شعرت كان أنه يحتاج للمزيد من التنوع فهو في جانب الأعداء لأنه على مدار التجربة تقريباً هم نفسهم إلى أربع أو خمس أنواع من متحولين الظلام اللي يهجموا عليك وصحيح أنه كل هجمة كانت مرعبة بالرغم من التكرار لكن زيادة التنوع في هذا الجانب كان راح يزيد من الرعب والتوتر بشكل أكبر وبصراحة تقريباً هذه السلبية الوحيدة اللي فعلاً لاحظتها في كل التجربة بالنسبة لية أما في جانب الثبات والاستقرار والأداء التقني فبشكل عام تجربة مسقولة مع تواجد لبعض القليتشات اللي تنعد ولاحظت شخصياً هبوط في الإطارات في بعض الأحيان النادرة من الآخر أخذ مصادر إلهام من ألعاب رعب مختلفة وقدم تجربة راح تصير هي مصدر إلهام لألعاب قادمة مع تقديمهم لتجربة رعب وبقاء على مستوى عالي وفخم فعلاً جيل جديد بقصة غامضة ومشوقة تخليك تشكك في كل شيء وتخليك ما تقدر توقف لعب من الفضول بسبب السرد الأسطوري للأحداث وأسلوب لعب في ميكانيكيات ممتعة جديدة وإبداعية وأجواء العالم تجبرك على الاندماج التام تخليك متوتر وعلى عصابك طول الوقت مع إتقان تام في البناء للحظات الرعب والمواجهة وتوجه فني بصراحة أسطوري رسومات واقعية عالية الجودة والدقة مذهلة التفاصيل في كل الجوانب من ناحية الإضاءة الشخصيات الانيميشن والبيئات وتصميم لبعض أجمل المراحل من الألعاب في السنين الأخيرة كان ينقصها فقط دعم العربية وتنوع أكثر في الأعداء وبكل بساطة الجزء الثاني من آلين ويك واحدة من أفضل ألعاب الرعب على الإطلاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر